بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى محمد الضيبين الطهرين وعجل فرجهم والعناداءهم أجمعين عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلى الله عليه يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني المصدر الكاف الشريف للكلين الجزء الأول صفحة 391 برنامج أسئلة كثيرة في ديننا لا نعرف لها جواب الحلقة 24 موضوعنا اليوم موضوع جدا مهم عن بصاط وصوت وحمار ينطقون بالشهادة الثالثة المقدسة لأمير المؤمنين عليه السلام ومرجع طوسي سافل يبطلها عن كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال محمد بن علي الباقر عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة وظهرت آثار صدقه وآيات حقه وبينات نبوته كادته اليهود كادته اليهود أشد كيدا وقصدوه أقبح قصد يقصدون أنواره ليطمسوها وحججه ليبطلوها وكان ممن قصده للرد عليه وتكذيبه مالك ابن الصيف وكعب بن الأشرف وحي بن أخطب وجدي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وأبو لبابة بن عبد المنذر وشعبة لعنهم الله فقال مالك لرسول الله صلى الله عليه وآله يا محمد تزعم إنك رسول الله فقال صلى الله عليه وآله كذلك قال الله خالق الخلق أجمعين قال مالك يا محمد لن نؤمن إنك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يؤمن لك هذا البصاط الذي تحتنا يعدينهم على بصاط ولن نشهد إنك عن الله جئتنا حتى يشهد لك هذا البصاط وقال أبو لبابة بن عبد المنذر لن نؤمن لك يا محمد إنك رسول الله ولا نشهد لك به حتى يؤمن ويشهد لك هذا الصوت الذي في يدي وكذلك كعب بن الأشرف قال لن نؤمن لك إنك رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة على النبي طبعا ولن نصدقك حتى يؤمن لك هذا الحمار وأشار لحماره الذي كان راكبه فقال صلى الله عليه وآله إنه ليس للعباد الاقتراح على الله سبحانه وتعالى بل عليهم التسليم لله تعالى والانقياد لأمره والاكتفاء بما جعله كافيا أما كفاكم أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم بنبوته ودل على صدقي وتبين لكم فيما ذكر أخي ووصيه وخليفتي في أمتي وخيرا من أتركه على الخلائق بعدي علي بن أبي طالب عليهم السلام فأنزل علي هذا القرآن الباهر للخلق يا أجمعين المعجز لهم عن أن يأتوا بمثله وأن يتكفلوا شبهه أو تشبيهه فأما هذا الذي اقترحتموه فلست أقترحه على ربي عز وجل بل أقول إن ما أعطانياه ربي من دلالة هو حسبي وحسبكم فإن فعل عز وجل ما اقترحتموه فذاك زائدا في تطوله علينا وعليكم وإن منعنا ذلك فلعلمه بأن الذي فعله كاف فيما أراده مننا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من كلامه هذا أنطق الله تعالى البصاط اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا قيوما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يشرك في حكمه أحدا وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهرك على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن علي بن أبي طالب هذا هو بيت القصيد هو محل الشاهد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيك وخليفتك في أمتك وخير من تتركه على الخلائق بعدك وإنه من والاه فقد والاه ومن عاداه فقد عاداك ومن والاه فقد والاك ومن عاداه فقد عاداك ومن عطاعه فقد أطاعك ومن عصاه فقد عصاك وإن من عطاعك فقد أطاع الله واستحق السعادة برضوانه وإن من عصاك فقد عص الله واستحق أليم العذاب بنيرانه قال فتعجب القوم فقال بعضهم لبعض ما هذا إلا سحر مبين فاضطرب البساط وارتفع هم جلسين عليه ونكس مالك بن الصيف وأصحابه حتى وقعوا على رؤوسهم ووجوههم وقعهم على رؤوسهم ثم أنطق الله تعالى البساط ثانية فقال أنا بساط أنطقني الله وأكرمني بالنطق بتوحيده يعني بساط أفضل من المراجع لعنة الله على الظالمين لعلي بن أبي طالب عليه السلام وأكرمني بالنطق بتوحيده وتمجيده وشهادة لمحمد نبيه وإنه سيد الأنبياء ورسوله إلى خلقه والقائم بين عباد الله بحقه وإمامة أخيه ووصيه ووزيره وشقيقه وخليله وقاضي ذيونه ومنجز عداته وناصر أوليائه وقامع أعدائه والإنقياد لمن لمن نصبه إماما ووليا والبراءة ممن اتخذه منابذا وعدوا فما ينبغي لكافر أن يطأني ولا يجلس علي إنما يجلس علي المؤمنون فقال صلى الله عليه وآله لسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار جالسين يمن قوموا فاجلسوا عليه فإنكم بجميع ما شهد به هذا البساط لمؤمنون فجلسوا ثم أنطق الله تعالى صوت أبي لبابة بن عبد المنذر فقال أشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق وباصط الرزق ومدبر الأمور والقادر على كل شيء وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ووليه ونجيه جعلك السفير جعلك السفير بينه وبين عباده لينجي بك السعداء ويهلك بك الأشقياء وأشهد أن علي بن أبي طالب عليهم السلام المذكور في الملأ الأعلى بأنه سيد الخلق بعدك وإنه المقاتل على تنزيل كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعين وكارين ثم المقاتل بعده على تأويله المنحرفين الذين غلبت أهواءهم أقولهم فحرفوا تأويل كتاب الله عز وجل وغيروه والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عطيته والقاذ في نيران الله أعداء الله بسيفه نقمته والمؤثرين لمعصيته ومخالفته ثم قال ثم انجذب الصوت من يد أبي لبابه وجذب أبي لباب فخر لوجهه ثم قام بعده فجذبه الصوت فخر لوجهه ثم لم يزل كذلك مرارا حتى قال أبو لبابه ويلي مالي يجر هو الصوت هو أبيده ويجر فأنطق الله عز وجل هذا الصوت والبصاط أفضل من المراجع يا أبا لبابه إني صوت قد أنطقني الله بتوحيده وأكرمني بتحميده وشرفني بتصديق نبوة محمد سيد عبيده وجعلني ممن يوالي خير خلق الله بعده وأفضل أولياء الله من الخلق حاشا والمخصوص بابنته سيدة النسوان المشرف المشرف بيوتة بيوتته على فراشه أفضل الجهاد والمذلة لأعدائه بسيف الانتقام والباين في أمته بعلوم الحلال والحرام والشرائع والأحكام لا ينبغي لكافر مجاهر بالخلاف على محمد أن يبتذلني ويستعملني لا أزال أجذبك حتى أثخنك ثم أقتلك وأزول عن يدك أو تظهر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله فقال أبو لبابة فأشهد بجميع ما شاهدت به أيها الصوت وأعتقده وأؤمن به فنطق الصوت آه لذا قد تقررت في يدك لإظهارك الإيمان والله أعلم بسريرتك وهو الحاكم لك أو عليك في يوم الوقت المعلوم قال عليه السلام ولم يحسن إسلامه وكانت منه هنات وهنات فقام القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلت اليهود يسر بعضها إلى بعض بأن محمد لمؤتي لهم ومبكوت في أمره وليس بنبي صادق وجاء كعب بن الأشرف يركب حماره فشب به الحمار وصرعه على رأسه فأوجعه ثم عاد لي يركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنعة ثم عاد لي يركبه فعاد عليه الحمار بمثل صنعه فلما كان في السابع أو الثامنة أنطق الله تعالى الحمار فقال يا عبد الله بئس العبد أنت شاهدت آية الله وكفرت بها أنا حمار قد أكرمني الله بتوحيده فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأنام للإجلال والإكرام وأشهد أن محمد عبده ورسول سيد أهل الدار سيد أهل دار السلام مبعوث لإسعاد من سبق علم الله له من السعادة وإشقاء من سبق الكتاب عليه بالشقاوة وأشهد أن علي بن أبي طالب عليهم السلام وليه ووصي رسوله يسعد الله من يسعده إذ وفقه لقبول موعظته والتأدب بأدبه والاعتمار بأوامره والإنزجار بزواجره وإن الله تعالى بسيوف سطوته وصولات نقمته يكبت ويخزي أعداء محمد حتى يسوقهم بسيفه الباتر ودليله الواضح الباهر إلى الإيمان به أو يقذفه في الهاوية إذا أبأ إلا تماديا في غيه وامتدادا في طغيانه وعمهه وما ينبغي لكافر أن يركبني بل لا يركبني إلا مؤمن بالله مصدقا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله في أقواله منصوص أو متصوب له في جميع أفعاله وفي فعل أشرف الطاعات في نصبه أخاه عليا وصيا ووليا ولعلمه وارثا وبدينه قيما وعلى أمته مهيمنا ولديونه قاضيا ولعداته منجزا ولأوليائه مواليا ولأعدائه معاديا حمار منطقة أفضل من المراجع الآن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا كعب أشرف حمارك أعقل منك قد أبى أن تركبه فلن تركبه أبدا فبيعه من بعض إخواننا المؤمنين فقال كعب فلا حاجة لي فيه بعد أن ضرب أن ضرب بسحرك فنادى حماره يا عدو الله كف عن تجه محمد رسول الله والله لو لا كراهية مخالفته لقتلتك ووطيتك بحوافري ولقطعت رأسك بأسناني فخزي وسكت واشتد جزعه مما سمع من الحمار ومع ذلك غلب عليه الشقاء واشترى الحمار منه ثابت بن قيس بماء الدرهم وكان يركبه ويجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو تحته هين لين ذليل كريم يقيه المتالف ويرفق به في المسالك فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يا ثابت هذا لك وأنت مؤمن مرتفق بمرتفقين فلما انصرف القوم عند رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يؤمنوا أنزل الله يا محمد إن الذين كفروا سواء عليهم في العظة أنذرتهم فوعدتهم وخوفتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يصدقون بنبوتك وهم قد شاهدوا هذه الآيات وكفروا فكيف يؤمنون بك عند قولك ودعائك المصادر بحار الأنوار جزء السابع صفحة 302 وتفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام حديث جدا مهم عن بصاط وصوت وحمار ينطقون بشهادة ثالثة المقدسة ومراجع من الطوسي إلى الآن عدهم الشهادة الثالثة المقدسة هي ليست بواجبة مستحبة فقط بالأذان بالصلاة تبطلها بالأعمال الثانية تبطلها بأي شيء تبطلها لا تذكرون علي لا تجيبون طارع علي سلام الله على سيدي ومولاي لكن امشال بيننا اخواننا بل أنفسنا لا تسبون لا تشتمون لا تكونوا سبابين احنا اخوان سنة وشيعة وهذا تجيب من بيعه وظالين احنا على هالموال البصاط والصوت والحمار أفضل من تسعين بالمئة من الشيعة الموجودين الآن في العراق والدول الثانية وهذا الدليل أي واحد ما تعجب القصة يشكك بيها امام معصوم يقول أنا شنو علاقة لا أنا مجرد ناقل فقط روح تفسير الامام العسكري واللي قائلها الامام الباقر عليه السلام يشكلوا عليهم دولة امام معصومين الشكلوا عليهم هاي مشكلتكم مو مشكلتين واخر الكلام هي الصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من البكريين والشيعة البتريين والطوسيين وكل واحد ما يصدق بولاية امير المؤمنين وهي واجبة في الصلاة والعبادات وكل شيء لا تنسونا بالدعاء والزيارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة